اشتركوا في القناة والمنطقة العربية وذلك من خلال اجرائها تصويتا على المليونية المزمعة في الرابع عشر من ديسمبر الجاري التي يقول منظمها انها لتصحيح مسار الثورة وقد شارك في التصويت الذي سينتهي في وقت لاحقين اليوم اكثر من 63 الف شخص حيث كانت نسبة الرافضين لقيام المسيرة المليونية 82 فيما كانت نسبة المؤيدين للمسيرة 18 بالمئة وتمت مشاركة التصويت الف مرة واطلع على التصويت اكثر من 290 الف شخص وبلغ عدد المتداخلين والمتفاعلين 4600 مشارك حيث طالب الرافضون على القيام المليونية بعطاء الحكومة الانتقالية فرصة للعمل قبل تقييم الاداء وان مئة يوم ليست كافية للحكم على فشل او نجاح الحكومة فيما اعتبر المؤيدون ان المسيرة المليونية تأتي نصرة للدين وتثبيتا لقيم الاسلام وراء اخرون ان المسيرة المليونية ليست نعيارا لقياس الرأي العام بيد ان اطرافا متداخلة كانت تخترح ان تعمم المليونية لتشمل كل مدن السودان بمشاركة المجلس السيادي ومجلس الوزراء وعلى ان يتم تحويل مضمونها لتكون نفرة لاصحاح البيئة وتنظيف الطرقات ونشير الاتهامات التي ظلت توجه الى قناة طيبة منذ نجاح ثورة التغيير والاطاحة بنظام الرئيس عمر البشير على خلفية اعترافات قال بها الرئيس السابق امام المحكمة بتقديمه دعما للقناة خاص بمديونية الاقمار الاصطناعية للتعليق على هذا الاستبيان دكتور عبد المختار السادة العلوم السياسية بالجامعات السودانية كنت متابع لهذه القراءة لهذا الاستبيان كيف تعلق على هذا الاستبيان طبعا هذا الاستبيان استبيان جيد جدا يمكن ان يزد هذا القناة ولكن طبعا قد تكون في مشكلة في حجم العين الفئات العمرية نعم تكون المؤشرات غير دقيقة التي يمكن نخرج منها بانه هذه مؤشرات اكتر من 80% ما يديل الحكومة او والعكس ما تبقى من اقلية مع المعارضة وقد يكون اذا انت نبعت في الفئات العمرية بالذات يعني مرحلة الشباب ممكن يكون النتيجة غير كده ممكن تتخطى 90% نعم اذا كان اصنعنا يعني عايزين نقرأ هذا الاستبيان او نتائج الاستبيان بإعطار انه هو تأييد للحكومة او تأييد للمعارضة فاا لكن يعني بصورة عامة هو يعني الاستبيان مطلوب ويمكن يطور يمكن يكون بدراسة في شكل دراسة علمية بحيث انه ممكن اذا ما قلت تتوسع في يسم كل الولايات لانه هذه ثورة ثورة قدها كل الولايات كل السودان ولازم يعني يكون فيه تنوية يعني فرصة للاخرين الفئات نعم وكل الفئات العمرية الفئات العمرية والاقاليم نعم شكرا دكتور عبدو طيبة لحياة طيبة